والإنسان قيمته في الحياة بقدر ما يحسن من الأعمال يعني إذا كان الواحد عنده خبرات متعددة في الحياة إذن فقيمته بما يملك من هذه الخبرات يمكن للإنسان أنه يكون على تخصص معين يتقنه لكن لا يعني هذا أن الإنسان يرفض المعلومة التي تأتيه عن أمور أخرى في الحياة ممكن تكون سبب في تقدم الإنسان ونجاة الإنسان وأنه يوفر لنفسه أكبر قدر من الفرص التي تنفعه في الدنيا والآخرة يعني مش معنا لنا متخصصة في مجال معين مقبلش أي معلومة أو أي حاجة ممكن تفيدني من تخصصتين لا شك أن الإنسان استعداداته الفطرية التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها تتسع لحاجات كتير جدا ممكن تكون مفيدة ونافعة إلى أقصى درجة فعلى هذا الأساس يعني ليست الثقافة هي معرفة كل شيء عن شيء ولكنها معرفة شيء عن كل شيء فممكن الواحد هنا يبدأ يقول أنا متخصص في الحاجة الفلانية يركز فيها ويتقن فيها ويزيد فيها من المعلومات ومن الإلمام بحيث أنه هو يعني يكون محقق أعلى درجة يعني إنجاز وشيء جميل فيها أما هذا فلا يمنعه أبدا أنه هو يكون عنده يعني ملكات أخرى يستخدمها ويرضي بها الله سبحانه وتعالى